هنوح لخبرنا اللي بعد كده وهي كرة اليد سيدات والحقيقة حتى الآن ماشيين بشكل جيد كابتل محمد عادل زولة المدير الفني بيستعد المباراة البنك الاهلي بالمناسبة دي المباراة في الجولة التمنى ودي أول مباراة في العودة احنا ببتدينا بالبنك الاهلي خلصنا الدور الاول تاني وبنبتدي الدور التاني بالبنك الاهلي طيب المطشة يعني هيكون السبت ان شاء الله يعني دور الأمو المسلم اللي احنا في المطشة هيكون يوم السبت اللي جاي بإذنها على صالة ميت عقبة الفريق شبه مكتمل للصفوف الحمد لله ولعبتنا كلهم بيقدموا مستوى كويس جدا جدا وبتطوروا مع الفريق بشكل يعني مزهل فريقتنا زي ما قلت لحضراتكم بتتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة من الفوز في كل المطشات السبع للابناها 7-3-21 وكانوا زي ما قلت لحضراتكم بداية وكانت مع البنك الاهلي ثم مسموحة سبورتنج التيران الشمس دكتورة الزمالك وبعد كده بنعود بقى تاني على مباراة العودة هنبتدي تاني بالبنك الاهلي اللي هو المباراة القادمة ان شاء الله وهيبقى بعديها سموحة سبورتنج بس سموحة هنا هيبقى عندنا في صالة الأمير عبدالله الفصل طيب الموسم في كرة اليد يعني في الرجال والسيدات السنة الفترة كان موسم ناجح فوزنا بالبطولات كلها دوري وكأس في الرجال والسيدات نتمنى ان شاء الله برضو للسيدات الحفاظ فرقتنا الحمد لله سيدات يعني مشي بشكل الحمد لله يا رب مزهل في كرة اليد سيدات احنا فرقين كتير جدا عن أقرب منافسنا برضو يعني ربنا يحفظ لعبتنا من الإصابات برضو كابوس أكيد لكابتن محمد عادل زولة لو فقط مجهود لعبة أو اتنين بعد الشر في الإصابات ربنا يحفظهم يكملوا الموسم بالشكل اللي احنا فيه طيب احنا أفريقيا في السيدات خدنا رابع بطولة الأفريقيا الأبطال السنة اللي هي اللي تلعبت من شهرين مع الرجال وخدنا تالت الأبطال الكووس السنة اللي فاتت أو الموسم اللي فات احنا في كل ده تلعب في ده 24 بس واحدة في الموسم ده واحدة كان في نهاية الموسم اللي فات الفرقتنا أفريقيا فضلها يعني حاجة بسيطة عشان تبتدي تتجرأ وتفوز على أنجولا احنا بدأنا نقرب يعني بدأنا نمشي مع أنجولا مباريات كلوس جيم يعني احنا قربنا من الفرق الأنجولية سواء بريميرو دي أوجست أو أول أغسطس الأنجولي المعروف وكمان فريق بيترو أتليتكو فريق شركة البترولي الكبيرة اللي هناك فإذا هم دول الفرقتين الكبار في أنجولا وبالمناسبة في الألعاب الأخرى وكرت القدم هم الفرقتين دول بيترو أتليتكو لما يمتلكوا من إمكانات مالية ضخمة وفريق بريميرو دي أوجستو اللي بيمتاز بجمهارية يعني ده هو الفريق الجمهيري الكبير هناك في أنجولا الحالة لما كنا بنروح أنجولا أنجولا يمكن كرت القدم على لعبة شعبية ولكن هم مهتمين جدا بالألعاب الأخرى يأتي على رأسها كرة السلة هي اللعبة الشعبية الأولى في أنجولا بعدها كرة اليد بالمناسبة وكرة القدم تيجي بعد البسكت كمان ولكن هناك الشعب الأنجولي مهتم جدا بالألعاب الأخرى وده سر تفوق أنجولا في العديد من الألعاب الأخرى تمنى التوفيق أكيد لفرقتنا فرقة كرة اليد سيدات